إلى ذلك دائما ما تستغل قطر المتناقضات لتمفيذ أجنداتها وتحقيق نفوذها في المنطقة ومن إحدى تلك المتناقضات التمتع بعلاقات استثنائية مع المعتدي والمعتدى عليه فقد شهدت تاريخ والمواقف المتعاقبة مدى تميز العلاقات بين قطر وإسرائيل ها هي يد الخيانة قد خطت في تاريخ قطر سطورا وسطورا تلفها الريبة وتغذيها المطامع نحو مشروع يضع علامة استفهام وربما تعجب كبيرة على مسؤولين قطريين أبعدوا بنهجهم دولة قطر عن العمق الخليجي والعربي إلى نهج الظلام والخفاء والعمالة لصالح المحتل الإسرائيلي فوطدوا علاقاتهم السياسية قبل الاقتصادية سرا وعلانية وعززوها بغطاء الدفاع عن القضية الفلسطينية ومحاربة محتل ازدواجية يخجل من القيام بها حديث العهد في الحكم والسياسة فما بالك بمن امتهن السياسة والانقلابات والحروب في موضوع في العلان أو في غير العلان أن قطر لديها علاقات ولديها اتصالات وقنوات اتصال مع إسرائيل ما نوعية هذه العلاقات هل هي فعلا موجودة؟ أولا إحنا علاقاتنا مع إسرائيل علاقات واضحة اتصالاتنا مع إسرائيل صحيح أنها مستمرة وعلى شاشتكم تصورون الإسرائيليين موجودين في الدوحة وفي هذه الأثناء لا بد من وقف الاستيطان واحترام الوضع الغانوني للقدس الشريف ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري لا يمكن أن تقول الشيء ونقيضه في الوقت ذاته وإن قلت تخرج بنفسك من دائرة الاحترام السياسي البروتوكول الدولي هذا من جانب ومن جانب آخر تخرج من دائرة الأمة والوحدة والقضية المشتركة وتبدأ مرحلة التكشف بعد سنوات من العمل في دهاليز الخيانة والظلام التاريخ والإرشيف القطري مليء بالوثائق والأدلة التي بذلت لصناعتها قطر أموالا طائلة إلى أن اكتملت دورة العمالة لتعود إلى الصفر ويصبح هذا التاريخ والإرشيف أكبر شاهد على الممارسات القطرية المشبوهة وارتباطها بالمحتل والمناهض للمحتل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر